موسيقى يحتاج يحسس الجمهور أنه قدر يحط بصمة على الأقل طبعا صعب جدا جدا خلينا نتفقينك أنت تقيم تجربة مدير فني من مباراة أو حتى 2 أو حتى 10 مطشات وأعتقد أنه الفكر أو الهدف اللي عايز يوصل له كابتن حسام مع منتخب مصر محتاج وقت كبير جدا لكن خلينا نقول أنه البداية كانت مباشرة وأنا يمكن حتى في حلقة الأربع هنا قبل المطش بيوم قلت وراهينت على فكرة أنه هل يغامر حسام حسن يعني كان سؤالي دايما حتى اللي تقرر على مدار الأسبوع مع كتير من الضيوف والمحللين أنه إحنا تعودنا نشوف استنبا واحدة شكل واحد فورمات واحدة لمنتخب مصر مع كل أو أغلب ألا هما كل كل المدير الفنين اللي مسكوا أو تولوا مسؤولية منتخب مصر في السنين اللي فاتت يعني من أيام هكتور كوبر مرورا بكابتن حسام مرورا بكارلوس كيروش مرورا بإيهاب جلال مرورا أو وصولا لروي فيتوريا ما تقدرش تقول أنه فيه اختلاف كبير جدا في شكل أو أداء منتخبنا الوطني كله بيعتمد تقريبا على نفس سرقة اللعب على نفس مفاتيح اللعب على نفس الأسماء سبت تقريبا شبه تام أو كامل في كل المراكز لكن اللي شفناه في الشوط الأول مع كابتن حسام يقول أنه الراجل جاي بفكر جديد عنده رغبة في أنه يغير شكل وطريقة وشخصية المنتخب المصري وده أنا أعتبره في حد زيته نجاح نتفق نختلف بقى المنتخب بدأ المباراة ازاي وفنشها ازاي دي قصة تانية لكن في النهاية مبروك للمنتخب المصري اللي قدر يصنع الفرق عمدي كلام على المنتخب على التصفيات في المجموعة بالمناسبة تصفيات أفريقيا شاهدت مفاجئات من العارة التقيل شامحاتش يقدر يقول النهاردة أنه فيه منتخبات قوية ومنتخبات ضعيفة فيه منتخبات ضمن التتأهل لكاس العالم ونشوف كل تفاصيل الأخبار في الأهلي نيوزروب أهم مكسف فيه مباراة المنتخب المصري مع بوركينا هو الانفراد بالصدار وإنك أنت صدرت الضغط كله للمنتخبات اللي ممكن نوعيا يعني أنا شايف أنه الحقيقة يعني ما فيش منتخب ممكن يطلق عليه لقب المنافس لمنتخب مصر لكن الحمد لله أعتقد أنه الفرق أصبح مريح إلى حد كبير حتى وإنت مسافر تلعب مع الأقرب لك على مستوى الترتيب تعالوا نشوف مجموعة مصر فيه تصفيات كاس العالم ونشوف ترتيب الفرق قبل مواجهة التلات القادم طبعا مصر وغينيا بيساو عندنا في صدارة الترتيب طبعا العلامة الكاملة تلات مطشاط لعبهم من المنتخب المصري حق الفوز فيه تلات مطشاط في رصيده تسع نقاط بيجي وراء منتخب غينيا بيساو اللي ركب بقى فيه المركز الثاني على بوركينا بوركينا كانت قبل الجولة بتاعة يوم الخميس كانت هيا في المركز الثاني برصيد أربع نقاط تراجعت للمركز الثالث بوركينا وتساوت مع سيريليون أصحاب مركز ثالث ورابع وبفوز غينيا بيساو وصلت لخمس نقاط في المرتبة الثانية أو في المركز الثاني ثم عندي جيبوتي في المركز الخامس برصيد نقطتين وجيبوتي في المركز السادس برصيد صف أو برصيد خالي من النقاط وبالتالي مواجهة مصر مع جينيا بيساو مهمة جدا جدا لسببين سببين الأول أنها مواجهة خارج الأرض ودي المواجهات اللي هتحسم بدري بدري يعني نتيجة التذكرة تذكرة التأهل المونديان إن شاء الله وأتمنى كمان أنه يحافظ المنتخب المصري على الشكل وعلى الشخصية اللي أقدم بها يعني زي ما الأهلي كده النهاردة عود الملايين من جماهير وأنه الموبارات اللي بتتلعب خارج الأرض فرصة تلفوز بيها كبيرة جدا ما بقاش خلاص بنلعب على النقطة أو الخسارة بقال عدد من الأهداف بقال الأهلي ثقافته النهاردة بيلعب بره بيلعب جوا وبما أنه طبعا القوامل الأساسي للمنتخب من النادي الأهلي ومن اللاعبين كمان محترفين على المستوى علي تريزيجي طبعا كان نجبة من نجوم المباراة صلاح كان من رد في الملعب الحقيقة على كل الكلام اللي تقال قبل المطش الشيناوي حمد الله على السلام ألف مليون حمد الله على السلام يا بطن الشيناوي طبعا حارس مصر الأول وأفضل حارس في أفريقيا وده لا يقلل أبدا 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 من المستوى الرائع اللي ظهر عليه مصطفى شبير وتفرح أنه الاثنين الحراس اللي بيحتلوا رقم واحد وواحد مكرر النهاردة في مصر هم من حراس النادي الأهلي ظهر المنتخب بشكل كويس جدا تقلق أغلب لعبيه شوفنا شكل وروح ورغبة في الأداء وحماس وتركيز أكتر من رائع الحياة في شوط المباراة الأول يمكن يكون فيه إحساس بالتراجع في شوط التاني إحساسك أن المطش في جيبك إحساسك أنك أنت قادر تسجل في أي لحظة لكن ده ما يمنعش أنه طبعا حصلت هزة في الأداء وما كانش مرضي لكل الناس اللي تابعت يعني كنا نتمنى أنه يستمر الإقاع والمستوى اللي قدمه المنتخب شوط الأول كمان في الشوط التاني صحيح كمان بوركينة فائت ورجعت والأهم بالنسبة لي بقى أنه كابتن حسامي يحفظ على المستوى ده واعتقد عشان يقدر يعمل ده محتاج يخش في تجارب أقوى من مجموعة تصفيات كس العالم محتاجين للعب مدارس مختلفة لأنه إذا كنت قدرت تفرض الرتم ده والإقاع ده والخطة دي والتركيبة دي والتوليفة دي على منتخب زي بوركينة محتاج تجربوا بقى مع منتخبات العيار التقيل وتشوف إحنا وقفين فين بجد لكن كل التوفيق لكابتن حسام إن شاء الله في مباراة التلات المقبل طيب عايز أقف معاكم قبل ما خش في أخبار الأهلي النهاردة وحاول أرد على جزء من تساؤلاتكم سواء المتعلقة بالميركاتو وأنا عندي كلام كتير جدا جدا النهاردة عن الموسم اللي جاي لأنه في جميع الأحوال تشوفوا لو إحنا بنتكلم عن مصلحة الكرة المصرية لازم تعرف إنه 20-25 سنة فاصلة حاسمة في مشوار الكرة المصرية سنة في غاية الأهمية لو إنت بكلم هنا مش بكلم بس عن نادي الأهلي أنا بكلم هنا على التحاد كورة على وزارة الشباب والرياضة على ربطة أندية على الأندية كلها لازم نفكر إزاي هنعدي من المطب الصعب ده وهجيلكم في المطب ده بس خلينا روح لواحد من الحاجات اللي تهم جمهين نادي الأهلي جدا الأول وهي الأندية اللي هتشارك في كاس العالم للأندية بشكلها الجديد طبعا حرارتكم عارفين إنه الفيفا قرروا يعمل كاس العالم للأندية بنسخة مشابهة لكاس العالم للمنتخبات وأول نسخة هتتلعب إن شاء الله في أمريكا في أمريكا في أمريكا المتحدة الأمريكية السنة اللي جاية هتصادي في البطولة 32 نادي 32 فريق من مختلف أنحاء العالم منهم اللي تأهلوا للمشاركة في البطولة بصفتهم أبطال القارة سواء بنتكلم على قارة أوروبا قارة زي ما حضراتكم شايفين كده تجد تحرك بس شوية عندنا طبعا أوراوة ردز بطل دول الخمسة وشهر فريقين قدام حضراتكم دول الفرقة اللي تأهلت كأبطال للقارات من أسيا تأهل أوراوة ردز اللي الأهلي قابلوا في نسخة الأخيرة من كاس العالم لأندية وقدر أنه يكسبوا في الميدالية البرونزية ثم الهلال أيضا الهلال قابلوا في نسخة سابعة من كاس العالم وقدر الأهلي يكسبوا وأيضا حقق على حسابه ميدالية برونزية العين الإماراتي وهو حامل لقب بطولة أسيا السندي وفي كلام يتم تدوله في الأرواق حاليا أنه بعيدا عن الانتر كونتينينتل العين والأهل يلعبوا في الانتر كونتينينتل كده كده دي مواجهة منتظرة وأكيدة إن شاء الله بإذن الله بإذن الله في حالة تخطي العين لأوكلند أو الأهلي لأوكلند هيكون في مواجهة بتجمع الفرقتين في بطولة الانتر كونتينينتل لكن هتواجهوا مرة تانية وارد جدا حسب القرعة في بطولة كاس العالم الانتر اللي حضراتكم بتشوفوا الفرق اللي هيشاركوا فيها وفي كلام كمان عن عودة دا مش استحداث عودة البطولة الأفروأسيوية من جديد بطل دوري أبطال أسيا في مواجهة بطل دوري أبطال إفريقيا وفي الحالة دي ممكن تكون في مواجهة تالتة محتملة بين الأهلي والعين نرجع تاني لانتر المشاركة عندنا الأهلي طبعا بطل أبطال قارة إفريقيا والوداد أيضا من إفريقيا مونتري المكسيكي بطشوكا المكسيكي أبطال كونكاكاف كلاب ليون أيضا المكسيكي بطل كونكاكاف عندنا سياتل ساوندلز الولايات المتحدة الأمريكية بطل كونكاكاف وبالمناسبة مونتري المكسيكي وسياتل ساوندلز الأمريكي الاتنين واجههم الأهلي في بطولة كاس العالم للأندية والاتنين تفوق عليهم الأهلي في مبارتين لا ينش وخصوصا المونتري لو ترجعوا بالذاكرة معي الورا شوية المونتري دي كانت أول مباراة للأهلي في بطولة كاسر عالم في الوقت اللي كانت بتتلاع فيه أمم إفريقيا وراحت بعثة النادي الأهلي ينقصها الدوليين ورغم كده قدر النادي الأهلي يقدم مباراة كبيرة جدا هدف محمد هاني طبعا الشهير لتقلق في البطولة دي وقدر الاهلي يكسب فيه المونتري نرجع لقوائم الأبطال مرة تانية عندنا فلامينجو البرازيلي بطل الليبرتادوريس أو الكومينبول عندنا أيضا فلامينينزي البرازيلي وعندنا بالميراس البرازيلي وأيضا بالميراس الأهلي التلات فرق دول أهلي واجههم قبل كده فلامينينزي وفلامينجو كان الأهلي الحقيقة ممكن يحقق فوس في المتناول جدا فلامينجو طبعا قصة مصطفى وربالو القرارات اللي قلبت أحداث المباراة وبالميراس حقق الأهلي على حسابه ميداليا برونزية ثم من أوروبا عندنا تشيلسي بطل دوري أبطال ثم منشستل سيتي بطل دوري أبطال وريال مدريد بطل النسخة الأخيرة طيب دول الفرق اللي تأهلوا كأبطال للقرات 15 فريق أمام حضراتكم هيشاركوا في بطولة كاس العالم للأنديا طيب 15 فريق تانيين اللي هنستعرضهم بحضراتكم دولة 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 دول ما تأهلوش كأبطال ولكنهم تأهلوا كتصنيف قري حضراتكم عارفين أن كل قرة عندها تصنيف لأنديا تبقى لا عدد من النقاط بيحسب على حسب مشاركتهم في البطولات القرية وبالتالي عندنا أولسن من كوريا بيشارك حسب تصنيفه القاري في قارة أسيا عندنا ماماليدي سانداونز طبعا آخر بطولة حصل عليها ماماليدي سانداونز كانت سنة 2016 على حساب الزمالك المصري يعني مش من الأندية الأبطال على مدار 8 سنين فاتوا لكن رصيده من النقاط تبقى لمشاركات ووصوله لأدوار متقدمة في البطولة سامح ليه رصيد ده من النقاط أنه يشارك في بطولة كاس العالم الأندية هكذا أيضا الترجي ثم عندنا من أمريكا الجنوبية من الأرجنتين تحديدا ريفر بريت عندنا أوكلين سيتي طبعا من أوكيانوسيا عندنا أفسي سالسبرغ من النمسا عندنا باريس سان جرمان من فرنسا عندنا بروسيا دورتمون وصيف النسخة الأخيرة الدوري الأبطال من ألمانيا وبارميونيك طبعا ثم الإنتر الإيطالي ثم اليوفي الإيطالي ثم أفسي بورتو البرتغالي ثم بنفكا البرتغالي وأيضا أتليتكو مادريد من أسبانيا كده نحن أمام 30 فريد ضمنوا المشاركة في النسخة القادمة من بطولة كاس العالم الأندية اللي هتصادفها الولايات المتحدة الأمريكية 20-25 ويتبقى مقعدين هيبقوا لصالح النسخة الحالية من بطولة أمريكا الجنوبية الكوبا ليبرتادوريس اللي هيتم حسمها طبعا بتلعب مبارياتها ويتم حسمها في شهر نوفمبر المقبل هيتحدد على أساسها آخر فرقتين هيشاركوا في أول كاس عالم بشكلها الجديد توزيع المقعد زي ما حضراتكم شايفين التحدي الدولي أقر زي كاس العالم بالزبط يعني إحنا مثلا هنا في كاس عالم منتخبات عندنا السنة دي طبعا عشان 48 فريق بيلعبوا فعندنا 10 مقعد أو 9 مقعد ونصف لمنتخبات أفريقيا في النفس الصورة اللي حضراتكم شايفينها هي توزيع الفيفا للمقاعد لكل قارة للفرقة اللي هتتأهل لمشاركة في كاس العالم عندنا الاتحاد الأسيوي أربع مقاعد الاتحاد الأفريقي أربع مقاعد الكونكا كاف اللي هي أمريكا الشمالية مكسيك أولادة المتحدة كندا ومعهم مجموعة دول صغيرة وجزء صغيرة كده ده اسم متحاد الكونكا كاف أربع مقاعد أيضا ثم أمريكا اللاتينية ست مقاعد ثم أوقيانوسيا مقاعد وحيد ثم اليويفا طبعا الأوروبا نصيب الأسد طبعا 12 فريق ثم البلد المضيف هيكون لي مقاعد وحيد وطبعا في الحالة دي هيكون بطل الولايات المتحدة الأمريكية في النسخة القادمة دي توزيعة كاس العالم الأندين من هنا أخدكم حقيقي بقى يعني تعالوا نبص كده أنا بحب دايما أمسك الورق والقلم عشان نعرف إيه اللي مستنينا أو إيه اللي احنا مش شايفينه لأنه غالبا غالبا دايما احنا بصين تحت رجلينا لما تيجي تبص تحت رجلينا حضرتك تلاقي إنه إن شاء الله بعد النهاردة البعثة بتاعت المنتخب سفرت على طائرة خاصة الغينية بيساو الطائرة أعتقد حركة الساعة أربعة نتمنى لهم طبعا سلامة الوصول منتخب هيلعب يوم التلات أعتقد هيرجع الأربعة الجمعة هتبدأ مباراة الدوري مرة تانية الأهلي عنده مباراة مهمة طبعا أمام فارقه طيب احسب كده معي حضرتك الأهلي لعب خمستاشر مباراة الأهلي ده اللي هم نتكلم عنه هو القوام الأساسي لمنتخب مصر طيب منتخب مصر عنده إيه؟ عنده السنة الجاية أمم إفريقيا وعنده بقية مشوار كاس العالم إن شاء الله دي ارتباطات منتخب مصر الدولية وما يرتبط بيها بقى من معسكرات إعداد وما يرتبط بيها من مباراة ودية تحضيرا لأمم إفريقيا تحضيرا لتصفيات كاس العالم الأجندة الدولية توقفات الأجندة الدولية نهاردة في نص ستة بيرجع النشاط مرة تانية المحلي يتم استقنفه طيب الأهلي متبقي ليه كم مباراة حضرتك الأهلي متبقي ليه تسعتاشر مباراة الأهلي متبقي ليه في إنسى سوبر إفريقيا وإنسى بطولة الكاس خالص حطهم على جمع مش هندخلهم في الحسابات هناخدهم فوق البيع طبعا مش من حيث الأهمية من حيث الأهمية طبعا السوبر الأفريقي مهم جدا 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 بالنسبة على كل مستويات إدارة وجهاز فني ولعيبة وقبل كل دول الجماهير لكي أبتكلمك على منحس العدد يعني نحس عدد الارتباطات عدد المباريات اللي هتلعب في الفترة القادمة فأنا هكتفي بمباريات الدولة تتكلم في 19 مباراة لو اتفقنا إنك إنت هتلعب مبارتين كل أسبوع يعني في كل أسبوع هتلعب مبارتين لأي سبب من الأسباب ينتهي الموسم في نص ثمانية طيب تعال بص حدرك بقى ارتباطاتك كأهلي لأنه الأهلي نص المنتخب يعني لعيبة الأهلي اللي هتلعب مع المنتخب مصر تقريبا هي نص المنتخب تتكلم على عشر لعيبة أغلبهم لعب أساسي يعني أغلبهم أساسيين أعتقد إنه أنت بتتكلم على نص المنتخب لعيبة دي عندها ارتباطات إيه؟ الموسم الخادم واحد سوبر إفريقي اتنين كاس انتر كونتينينتل تلاتة دوري أبطال إفريقي أربعة كاس علام أندية بشكله جديد خمسة وارد جدا الدوري الأفريقي أو السوبر ليج لو حدث في الأمور أمور كلام لسه لغاية النهاردة مازال مش واضح هتقام بنفس النظام السنة اللي فاتت ولا هتقام بنفس بشكل مختلف هتقام بنفس عدد الأندية لشركة السنة اللي فاتت ولا برقم عدد أندية مختلف هتقام بنفس الجوائز المالية بتاعت السنة اللي فاتت ولا الأرقام أيضا في العوائد المالية هتختلف فانت بتكلم على تلات بطولات قرية تكلم على دوري أبطال على سوبر ليج على سوبر إفريقي دوري أبطال مع بطل كونفدرالية دي تلات بطولات قرية وبطولتين على ميتين بطولة كاس علام للأندية تلعب فيها على أقل تقدير ثلاث مباراة وبالأسماء اللي أنا استعرضتها مع حضرتك دلوقتي على الشاشة نقدر جدا جدا تروح فيها لبعيد مش هقولك دور قبل نهائي أتمنى طبعا يعني أتمنى لكن أنا شايف أنه خبرات لعبة النادي الأهلي ورهان على تدعيمات المركاتو اللي جاي الأهلي يعني ممكن جدا جدا لو القرع خدمتنا نقدر الحقيقة نعمل شغل في البطولة يعني لو الأهلي ما وقعش في الأدوار الإقصائية في مواجهة حد من العائلات التقيل ممكن جدا جدا توصل دور تماني بس ما علينا مش دي قصة ندلوقتي بالتالي عندك انتر كونتيننتل على مستوى الدولي العالمي عندك بطولة انتر كونتيننتل عندك بطولة كاس علام في موسم عندك فيه بطولة أمم إفريقيا لتصدفها المغرب وفي موسم عندك فيه بقية مشوار تصفيات كاس العالم هل في حد مفكر فيه أجندة الكرة المصرية الموسم القادم هل فيه ممكن مبدئين هل من الممكن أنها تطرح حلول يعني سمعنا عن قصة تعديل شكل الدوري هل حد ده طرح هل تم الاتفاق عليه من النهاردة هل ممكن زيادة عدد المحترفين في اللاعبين المصريين يعني نحن النهاردة الأندية المصرية عندها بتسمح أو الدوري المصري أو ربطة الأندية بتسمح بخمس لعبين محترفين لكل نادي غيره لتحت السن هل ممكن زيادة قوام الأندية هل ممكن زيادة عدد المحترفين بنشوف في السعودية الدنيا مفتوحة النهاردة تونس بالمناسبة وهي بتحضر لفرقها اللي هتشارك في كاس العالم والتحديها الترجي ودوري الأبطال السنة اللي جايها بتفكر نهاردة انها هتزود عدد المحترفين مع الرغم ان هما ما عندهمش الدوري بيتلعب بالنظام اللي عندنا ولا عندهم نفس عدد الأندية هل دي ممكن تكون حلول مطروحة هل ممكن الغاء بطولة دي اعتقد مستحيل يعني ما اعتقدش انه في حد النهاردة رغم انه أجندة بقت صعبة جدا واللعابين كلهم يعني محطوطين جواه المفرمة لكن فكرة انك تلغي بطولة دي ما اعتقدش انه في حد يقدر يدفع ثمنها والثمن هيكون تبير وغالي الكل هيتأثر والكل هيدفع ثمنه ففي النهاية انت محتاج تطلع من الديلمة دي بحلول يتم العلانة عنها بدري بدري الناس مش هينفع دايما نستنى المشكلة لما تحصل وبعد كده نقعد نفكر طب ايه الحل وغاليما ما بيقاش في حل يعني احنا على مدار تجربة 3-4 مواسم فاتوا تقريبا تقريبا ما فيش حل المسم اللي الاهلي بيخلص فيه بدري هو ده الى حد ما بيدي جرعة أكسجين عشان نقدر نكمل ونواصل ونحقق نفس النجاحات اللي بتحقق كل مسم على التوالي على كل احوال النهاردة معنا كابتن فاتحي نصير هنتكلم فيه في الاجندة وهنتكلم فيه في التحديات وهل ممكن الاهلي مثلا مش عارف يعني انا بيتكلم مع حضراتكم انا ما عنديش معلومة ومصاحب قرار في الاول واخر هل ممكن الاهلي مثلا دي برضو كلها أرقام كبيرة جدا يعني انت النهاردة بتتكلم على انه النادي الوحيد النادي الوحيد اللي نشاط كرة القدم فيه بيحقق مردود مالي يمكنه من الاستمرار كل الاندين النهاردة عايشة بالسلف والدين يعني تقاليش ان فيه فريق في مصر بيحقق أرباح ملاية باستثناء الاهلي طبعا فبالتالي الاهلي عشان يقدر يطور من المستوى عشان يقدر يبص للمركاتو بتاع المسم الانتقالات الصيفية اعتقد حطت عينه بشكل كبير جدا انت عندك بوجت محترمة جدا جدا سواء من أرباح المسم اللي فات او عينك على أرباح المسم اللي جاي فبالتالي حطت دايما في اعتبارك قدرتك على المنافسة وتحقيق كل الألقاف يعني الحقيقة يعني محتاجة ميزام من دهب عشان تقدر تقيس ممكن السيزن اللي جاي يمشي ازاي وفي النهاية تكلم على منتخب مصر للرايح كاس علم 26 يعني بتقالي مسم زي ده عشان تحضر بيه منتخب في كاس علم بجد وتخلص بقى وتعدينا من دور مرحلة دور المجموعات ده ونشوف مباراة نوكاوت لمنتخب مصر في كاس العالم انت بحتاج منتخب وقف على رجليه على كل أحوال النهاردة زي ما قلت لكم مباراة مهمة جدا جدا هيجرب من خلالها بقى لنا كتير ملعبناش مطشوات ودايما التخوف بيبقى من فترات التوقف دي بنرجع بعدها شوية يعني بعد ما العجلة بتكون دارت والفريق وصل لمستوى فني وبدني على أعلى مستوى بيبقى فيه دروب شوية فيمكن عشان كده ميستر كولر قرر انه هو يخوض مباراة ده النهاردة من فريق النجوم ليطمن منها على سكواد لعبة النادي الاهلي ويطمن كمان منها على جهازات اللاعبين المصابين بمناسبة الإصابات وسام أبو علي لعب مع منتخب فلسطين مباراة طبعا دي لقطات قديمة من تمرنات نادي الاهلي النهاردة المطش الساعة ده مبارح ده تمرنت مبارح لكن النهاردة المباراة تتلعب الساعة 8 بالليل وهي غير مزاعة بالمناسبة طيب بالمناسبة الإصابات وسام أبو علي لعب مع منتخب فلسطين في تصفياتهم عندهم في أسيا نظام مختلف شوية عننا بيلعبوا تصفيات واحدة تؤهل لكاس العالم وتؤهل أيضا لبطولة أمم أسيا فكانوا بيلعبوا مع لبنان والمباراة أعتقد انتهت بالتعادل وأصيف فيها وسام أبو علي التشخيص المبداي هو التوقف الكحل والجهاز الفني المنتخب فلسطيني الشقيق قال انه هيتم استبعاد وسام أبو علي المفروض انه منتخب فلسطيني هاتقد عنده مواجهة يوم الاثنين أو الثلاث مش متذكر بصراحة بس يعني خلال الاسبوع الحالي هيلعبوا مع أستراليا فهم قرروا انه هم يستبعدوا وسام أبو علي من التشكيل في تواصل بين الجهاز الطبي للنادي الأهلي والجهاز الطبي للمنتخب الفلسطيني وهيتحدد على أساس أشعة هيجريها النهاردة وسام حجم الإصابة تحديد نوعها الأول وحجمها قد ايه ومدة غيابه عن الملاعب والبرنامج طبعا العلاجي والتأهيلي اللي هيخضى عليه وسام أبو علي نتمنى ان شاء الله بإذن الله انها ما تكونش إصابة كبيرة تأثر عليه واحد من اللعيبة الكسبة ثقة الجهاز وكسبة ثقة الجمهور حتى قبل الجهاز الفني بسرعة كبيرة جدا واحد من الأوراق المهمة اللي يراهن عليها الأهلي في مشواره فيما تبقى من بطولات قصة إمام مختلفة شوي بالمناسبة طبعا فيه ناس حاولت يعني هو كل معسكر كده لازم نضرب لنا إشعة ولا إشعتين يعني طبعا فيه ناس اتكلمت على أخناقة بين طرق سليمان وبين إمام عشور والسوشال ميديا طبعا خدت الموضوع الحاجة اللي قد كده بقت قد كده مبارح كان إبراهيم وضح القصة وقال لك مفيش أي خلاف ومحصلش أي أخناقة أنا بشوف ناس في أوقات كتير جدا بشوف لقطات زي الملايين اللي بيتابعوا من وراء الشات التلفزيون بشوف مش خناقة بشوف عركة عارفين العركة وشوف أجهزة فنية جرت دخلت في ملعب المباراة وطاقم أمني نزل يعني يحرص أو يعمل دايرة كده حوالين حكام اللقاء والجهاز الفني ما هي نازل والجهاز الفني ما هي نازل والبودلاء هنا والبودلاء وتعبش مين بيضرب مين ومين بيحوش مين ومحدش بيتكلم فيها لكن طبعا وقعت خروج إمام عشور وهو متصاب ومتدايق قال لك لا دا فيه خناقة كبيرة جدا حصلت بين هذا الكلام لا سألها هو أي أساس من الصحة وكابتن إبراهيم حسن أكد على دا بشكل واضح وصريح وأعتقد أنه الأجواء الإيجابية سيبك من المباراة لكن المعسكر دا أعتقد أنه رد على كل الكلام اللي تقال على المشاكل اللي موجودة بين بعض اللاعبين وبين الجهاز الفني أنا سمعت تقريبا بدون ذكر أسماء ست سبع تمن لعيبة تقريبا يعني لعيبة كبيرة كمان بتقول لك احنا مش هنلعب منتخب طول محسام حسن دا الكلام دا قبل يعني بقول لكم على حجم الإشعات اللي بيطلع احنا مش هنلعب منتخب مصر ومش هنشارك مع المنتخب طول ما كابتن حسام حسن هو مدير فني دا كلام كتير قوي تصدر على السوشال ميديا الفترة الأخيرة وطبع لا بصدقش السوشال ميديا يعني ما بصدقش إلا ما يجيلي خبر يقين أو أتأكد من المعلومة بنسبة 100% وبالنسبة لي منتخب مصر طول الوقت أكبر وأهم مليون مرة من أي اسم لعب أو حتى مدير فني اللي مش عايز اللي ما يشرفوش وما يعرفش قيمة اللعبة لمنتخب مصر ما أعتقدش أنه يليغ بيه أساسا في يوم العامين يلبس تيشرت منتخب مصر لكن اللي ظهر سواء في كواليس المعسكر أو في اللقاء أنه كل الكلام دا لا أساس له من الصحة إصابة إمام إصابة بسيطة جدا وهو سافر مع بعثة منتخب الوطني وما أعتقدش أنه لا إمام ولا الجهاز الطبي ولا الجهاز الفني ممكن يغامره بمشاركة إمام في مطش غينيا بيساو لو كان فيه حتى مجرد شك فيه أن يكون فيه إجهات في العضلة الضمة فأطمنكم على إمام إن شاء الله بإذن الله كويس عندنا طبعا بعض الأخبار المرتبطة ب زي ما قلت لكم وثام خلاص طبعا وثام ليه تصريحات كتيرة جدا طبعا الناس سألته أول موسم اللعيد بقاله في الأهلي أربع شهور خد بالك النهاردة وإنت رايح يعني إذا كنت تتكلم على مركاته أنا عارف أنه جمعيننا دي الأهلي مشغولة جدا وفيه أخبار ترددت وفيه أخبار نشرت حتى بشكل رسمي مش عندنا هنا في مصر وخارج مصر عن وجود مفاوضات أو أنه فيه صفقات حسمت كتير وفيه أسماء مطروحة بشكل كبير جدا في كل المراكز تقريبا يعني مصر كولر وإدارة النادي الأهلي شايفة أنه وانت رايح على حجم بطولات بالشكل الده المسلم اللي جاي أكيد طبعا لازم يكون فيه تفكير فيه تدعيم صفوفك بأي شكل من الأشكال يعني بشوف أنه احنا بالنسبة لنا كشاشة نادي أهلي ققنا جزء من منظومة النادي الأهلي طبعا أنا تعودت وتعلمت يعني تعودت وتعلمت لأنه بيبقى عندنا خبر شبه يقين احنا كده يعني كعلميين بأنه فيه صفقات تمت بالفعل يعني تم الاتفاق على كل التفاصيل وتم الاتفاق على كل حاجة ويجي في آخر لحظة في آخر لحظة فيه حاجات حصلت فعلا في آخر لحظة بعد ما كل الدنيا تكلمت وبعد ما كل الدنيا عرفت تلاقي أنه لسبب أو لآخر الاتفاق ما تمش أو أنه نادي الأهلي تراجع عن إتمام الصفقة لأي سبب من الأسباب فبالتالي احنا ما بنعلنش إلا لما يكون فيه الخبر اليقين يعني احنا ما بنعلنش إلا بالتزامن وبالتوازي مع إعلان النادي الأهلي للصفقة هتلاقوا الخبر على طول مباشرة على شاشة نادي الأهلي عشان يكون الخبر اليقين القاطع على أي شك من أي نوع وسام اللاعبة اللي لعبت أربع شهور في نادي الأهلي ومع ذلك هو لعب جاي من أوروبا وخد بالك فكرة أنه لعب يجي من أوروبا يلعب في أفريقيا دي ما هيش سهلة ما هيش سهلة أنت عندك بيرسيتاو جاي من بلجيكا ومن إنجلترا لمصر عشان يلعب في نادي الأهلي عندك إمام معشور جاي من ميتلان في الدنمارك عشان يلعب في الأهلي عندك وسام أبو علي جاي من السويد من سيرس السويدي عشان يلعب في النادي الأهلي حتى أنتوني مودست تختلف تتفق على الصفقة اسم كبير جدا جاي من دوريات كبيرة زي الدوري الفرنسي والدوري الألماني عشان يلعب في الأهلي الدونجريد ده وهو دونجريد خليت نتفق بكل المقاييس تلعب في أوروبا فتيجي تلعب في أفريقيا دي ما تحصلش إلا لم يكون بس الأهلي المصري ليه؟ لأن الإكسبوجر بتاعك يعني أنت جاي تلعب في نادي ما يقلش عن أي نادي على مستوى العالم أنت جاي تلعب في نادي بيتنافس مع كبار أندية العالم سواء في عدد الألقاب سواء في نوع البطولات سواء في التاريخ اللي انت تقدر تكتبه مع النادي الأهلي والليش ممكن تحققه مع 70-80% من أندية أوروبا يعني التاريخ اللي بيكتبه لعيب مع النادي الأهلي هيهات 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 أنه تحققه مع الكلمة كانت أوروبا كلها دوري أسبانيا على إنجليزيا على ألمانيا على فرنساوي على إيطاليا على أولندي 70% من الأندية دي مش ممكن أبدا تنجح في أنك تكتب تاريخ زي اللي بتكتبه مع النادي الأهلي وممكن يكون أكتر كمان ده أنا حياة كده جملت يعني فبالتالي رغبة اللعيبة في الظهور وده بيعكسه تصريحاته سامة أبو علي بيقولك أنا في أربع شهور حققت أهم لقب ليا في تاريخي مع النادي الأهلي فكرة أنك توصل أنك أنت تبقى في أول موسم مش في أول موسم ده أنت في نص موسم بتحقق لقب دوري أبطال وعلى بعد شهور قليلة جدا أنك أنت تلعب كاس قرات وأنك أنت تلعب كاس عالم منشاط رسمية مع كبار العالم وتنفس على نسخة تانية جديدة من دوري الأبطال وتحقق دوري مصري ده بيعكس أهمية وده بيفيد الأهلي جدا خد بالك إذا كان في ملف مفاوضات مفتوح النهاردة مع أول 7-8 أسماء من العرد تقيل كلهم الحقيقة كل الأسماء اللي مطروحة على ترابيزة المفاوضات للنادي الأهلي تدعيم صفوفه وكلهم أعتقد لو الأهلي توفق فيهم طبعا الأهلي مش هجيب كل الصفقات دي يعني ما أعتقدش لكن ده ما يمنعش أنه التفاوض مفتوح أكيد طبعا أنت كنادي أهلي بتتفاوض مع أكتر من مهاجم بتتفاوض مع أكتر من مدافع أكيد طبعا وفي النهاية جميع الأسماء المطروحة الحقيقة على مستوى عالي جدا 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 وكلهم أعتقد أن هم هيمثلوا أين كان بقى مين اللي هينجح في النهاية النادي الأهلي فيه اختياره كلهم أعتقد هيمثلوا إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي طبعا زي ما قلت لكم بس متخب سفرة نهاردة الساعة أربعة طائرة خاصة وصلت أو سفرت من القهارة الساعة أربعة إن شاء الله نتمنى لهم سلامة الوصول ومباراة غينية بساو هي المباراة الأخيرة في مشوار تصفيات كاس العالم هذا العام يعني تبش تلعب تصفيات كاس العالم تاني أعتقد هتكون فرصة كواسة جدا لكابتن حسام ياخد استراحة محارب صحيح أوليس في بداية المشوار يعني مش محتاج ياخد فترة استراحة لكن أعتقد أنها فرصة كواسة جدا إنه خصوصا بعد الهوجة دي أعرف حالة التوتر والحرب الكلامية والتصريحات والإشعاعات اللي كانت موجودة في بداية توالي المسئولية اكتزناها إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه في مباراة التلاتة اللي جاية مع غينيا بساو يصل للنقطة 12 ثم يعيد ترتيب أوراقه ويبدأ من أول وجديد بس إن شاء الله بإذن الله يكتزع عقبة غينيا بساو خارج الأرض وإن شاء الله مباراة أعتقد أنها مصصعبة جدا على منتخبنا وإن شاء الله نرجع بفوز من هناك أختم لكم بتصريحات زيدا أنا هنا طبعا احتفلت عندي مدريديستا كتير قوي من ضيوفنا أنا عارف إن ريال مدريد يمكن يكون أكتر نادي شعبية على مستوى العالم بالمناسبة يعني كان فيه تصريح لطيف جدا لليو ميسي كانوا يسألوا عن أفضل أنديها في العالم حاليا فهو اختار اتنين قال لك على مستوى الألقاب والبطولات ريال مدريد هو أفضل نادي في العالم لكن على مستوى الأداء والمستوى والمتعة فاختار المان سيتي وأنا بتفرج في أوروبا ما عنديش عشق أو الانتماء بصراحة يعني أنا رجل هناك يعني ما عنديش مبدأ بصراحة يعني المبدأي الوحيد هو الأهلي الأهلي هو المبدأ الوحيد السابت الذي لا يتغير في معدد ذلك كورة القضاء بالنسبة لي هي المتعة يعني لو اليونيتد هو أفضل فريق يقدم كرة في العالم يبقى أنا هتابع اليونيتد وهتفرج على كل مطشرة اليونيتد لو برشلونة هو أفضل فريق في العالم نفس الحكاية لو السيتي هو النهاردة بيقدم أو الباين كان في فترة من فترات الحقيقة برضو الباين مع جوارديولا وتدت هو كان أنا ماشي وراء جوارديولا يعني منين ما يروح أنا ماشي وراء جوارديولا لأنني من نسبة لي ما يفرش معي مين يحقق لقب بطولة أوروبا ما يفرش معي مين يحقق لقب الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني لكن يفرق معي أن أنا تفرج على كورة حلوة يفرق معايا أنه يتفرج على لعيبة بستمتع وهم بيلعبوا كرة مع بعض يفرق معايا وأنا بتفرج على مدير فني بيحط فكر ويحط رؤية وعنده قدرة على تنفذها بالعناصر الموجودة معايا بشكل يمتعني على مدارة 90 دقيقة فعشان كده ما بتفرقش معايا فكرة الألقاب أواف أوروبا لكن تفرق معايا مستوى الكرة ومستوى المتعة اللي أنا بقعد 90 دقيقة مستني أشوف فيهم كرة بجدة متعني زيدان بقى بيصرح تصريح مهم جدا وخطير جدا خلية تفق إنه ريال مدريد واحد من أكتر الأندية في العالم اللي لعبت له أو لعبت بقاميسه أهم النجوم سواء اللي كانوا من ولاد النادي أو اللي كانوا جايين محترفين من الخارج يعني اللي ما شافش جيل الجالاكتيكوس اللي ما شافش جيل بيضم نغبة من أهم لعبة العالم كان منهم طبعا وكان نجمهم الأول من وجهة نظري وكان أهم نجمة في الفريق زين الدين زيدان زين الدين زيدان مع لويس فيجو مع روبيرتو كارلوس مع فرناندو هييرو مع راول جونزالس مع رونالدو نازاريو رونالدو الأسطورة يعني كان يمكن أهم نجوم العالم كلها في الوقت ده لكن تصريح زين الدين زيدان وهو كمدير فني سابق طبعا للريال أنا حتقد أنه أحط كيليا نيمبابي تحت ضغط كبير جدا قالك إيه بقى؟ قالك أنه رحلة كيليا نيمبابي مع ريال مادريد هيتخطى فيها كل النجوم اللي لبسه وكل الأساطير اللي لبسه تي شيرت ريال مادريد وده أعتقد بيحط النجم الفرنسي في منطقة مع وجود منافسة كبيرة جدا جدا مع نجوم بحجم فنيسي جونيور وجود بيلينجهام في ضغط كبير جدا بشوفه قد يؤثر سلبا على قوضة لبس ريال مادريد على كل أحوال تعالوا ناخدكم لقرأة في مواجهات منتخب مصر تحضير الأهلي مباراة تفارقوا إن شاء الله والموسم القادم وده الأهم بالنسبة للنادي الأهلي الموسم الأصعب على الإطلاق مع الكابتن الكبير فتحي نصير ضفنة في السادسة بعد الفاصل طيب خلينا نتفق أنه البداية إلى حد كبير جدا مبشرة كلام طبعا على بداية منتخبنا الوطني وعلى بداية مشوار كابتن حسام حسن اللي قدر يتجاوز العقبة الأصعب في مجموعة مصر في تصفيات كاس العالم بالفوز 2-1 مش بس كده الحقيقة يمكن لأول مرة من فترة طويلة جدا وعلى أقل تقييم المتعدة يعني أول 45 دي نشوف منتخب مصر بيلعب بالروح دي بالشخصية دي هل دي بصمة كابتن حسام وقال يقدر يواصل كابتن حسام مش بس في مشوارة أصفيات كاس العالم لكن في مشوار المنتخب المصري وتحضيره حتى لأمم أفريقيا في المغرب السنة اللي جاية هل يقدر يواصل منتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام بنفس العناصر وبنفس الأسماء على أقل تقدير بالشكل والروح والأداء والشخصية دي خلينا نسأل كابتن كبير فتح نصير ضفنا النهاردة فيه السادسة ونعرف إزاي شايف إيه هو رأيه وإيه انطباعاته عن المواجهة الأولى لمنتخب مصر تحت قيادة كابتن حسام حسام كابتن فتح نصير خير نصير خير يا كابتن حسام إزاي حضرتك نصير خير نصير خير نعرف دايما أنه رؤيتك للمباريات ومتابعتك لها بتبقى مختلفة إلى حد كبير جدا بيبقى ليك رؤية بيبقى ليك زاوية بيبقى ليك حاجات معينة بتعملها تقييمة لكن خليني أبدأ معك بانطباع عام إزاي شفت الزهور الأول في مباراة رسمية طبعا حالي عامنا مباراة ودية أو بطولة ودية قبل كده مع كابتن حسام لكن أول زهور رسمي لمنتخب مصر مع كابتن حسام تقييمك ليه بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة يعني التقييم العام أو البداية نقدر نقول بداية مباشرة فيه طمئنان لبداية الطريق ودي يمكن أول مباراة رسمية لحسام حسن مع أبراهيم أو مباراة رسمية مع منتخبات يعني مع منتخب مصر قبل كده كان مع منتخب الأردن لكن ده مع منتخب مصر فطبعا بيبقى لها ضغوط تانية خالص هو مر بيها مر بيها في تشكيل الفريق مر بيها في إصابات اللعيبة اللي حصلت له مر بيها في أنه حيأول ماتش مع الفرقة اللي هي بتنفسه هدته هد يعني أوروبين من بعض يعني بركينات فالس هي اللي بتنفس في المجموعة ده نقول أول مرة وبينزل يلاقي الثمانين ألف والتحين ألف متفرج في الملعب فأصبح أنت عندك دلوقتي في قوة عظمى جوة الملعب في جمهور في حسام في صلاح يعني ثلاث حاجات مسلص وفي مقدمات بقى قبل المباراة كل اللي تقال عليها أعتقد ده برضو كان نوع من أنواع الضغط على كان ضغط بس بعتبروا أنه هو عدد يعني هما خلاص الناحة دي عددته بس هي الضغوط أول مرة دي بتبقى صعبة أول مرة لأي واحد فينا يعني لما يكون أول مرة أن أنا جيت البلد دي بنزل ببقى هايب أول مرة أنزل الأستاذ ده ببقى هايب كلها أول مرة فدي كانت أول مرة له وبعدين صارت في سوق حظ فيه ناحت شمال ناحت شمال دي عنده مثل حاجة أساسية وعارف أنه بلعبوا 4-3-3 والنظام ده والفرقة حافظة وكل الكرة المصرية حافظة أنهم بلعبوا بهذه الطريقة لكن تفاجأ أن أنت بتلاقي نفسك ناحت شمال مفقودة إصابة أو إيقاف فتوح وحمد أيوة فتب ما دي حاجة أساسية والوقت قليل وأن أنت هتعمل إزاي وتعد السيناريو بتاعك إزاي والتفكير وبعدين الحتة التانية شوبرو الشرناوي الدولة ده كل واحد له مقاومات نجاح واللي اتنين صح أي واحد يأخذ القرار ده أو يأخذ القرار ده لا حد شقدر يلوم لا ما تلوموش يعني لشناه يلعب عنده مقاومات ليه يلعب فدي يعني قرار سليم لو شوبر لعب نفس القصة هيقول أنه هو نفس القصة ده مقاومات النجاح بس خلينا نتفق مع حضرتك على حاجة يعني بصرف نظر عن المشاكل دي أنا بشوف أنه الشكل أو الانتباع اللي خدناه عن شكل المنتخب في بداية المباراة كان مفجأة للجميع يعني أنا كنت بسأل بكل ديوفي هل ممكن نشوف شكل مختلف عن الطريقة اللي عاش بيها المنتخب مع كل المدرين فنين الأجانب في الفترة الأخيرة يمكن تكون الإصابة أو الإيقاف أو الغيابات لبعض الأسماء هي اللي دفعت حسام لأنه يلعب ده ولا شايف حقيق أنه دي الطريقة أو دي المغامرة اللي هيحاول حسام أنه هو يجربها ويسبتها مع منتخب طبعا أساسي إن أنا طريقة لعبة اللي بيعملها بشوف الإمكانات اللي عند إيه في اللعيبة عاوز أطلع أخذ من كل لعيب أقصى حاجة ممكنة فحلاقي إن أنا الحتة دي مش موجودة هو اللي خلاها شكلها حلو أو الفكري ده أو طرق اللعب عموما متغيرة والناس ما تعرفش طرق اللعب الكتير يعني إنه يلعب تلاتة خمسة اتنين دي أو يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة أو يلعب الطرق دي كلها متغيرة بس هو يهم حاجة إن اللعيبة دي تنفذ الفكر بتاعه ومن حسن حظه إن اللعيبة نفذت الفكر بتاعه في نص ساعة من الشوت الأول سيطرة كاملة استحواس كامل فكر وتنفيذ خططي على أعلى مستوى هجومي ودفاعي ده كله الناس طبعا مستغربا أنه يلعب بتلاتة لا فيه طرق تلاتة وليه ما لعبش تلاتة وليه ما لعبش مثل وراء اتنين وسماني كان بيعملها مع الأهل كتور يعني أعمالها بس هي كان الوضع كان للحسان الصراعات بقى الداخلية هو كمدير فني وهو قبل كده كان لاعب وعارف الإمكانيات إيه والفكر ده فالصراع اللعب ده ولا ده طب ناحية الشمال ده حيعمل لي ايه؟ طب أنا هحلها ازاي؟ فهو توفق فيه إنه هو بدأ بالفكر ده بس الفكر ده عايز لياقة عالية جدا 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 بدليل إن اللعيبة لما استنفذت بدأت تستنفذ اللياقة البدانية اللياقة الزهنية هتقل الواجبات الخططية هتقل الواجبات اللي مفروضة لعملها هتقل فهيظهر علينا الشوت التابع طب أفهم من كم حقاك إنه اللجوء حسام للسيناريو أو للطريقة اللي اختار يبدأ بيها قدام بوركينا هو اختيار إجباري أو مصار إجباري اضطريته ليه الظروف وده معناه إنه في حالة وجود الاسكوارد بشكل كامل ممكن شكل المنتخب أو طريقة المنتخب ترجع للأسلوب التقليدي اللي احنا كنا متعودين عليه لا ممكن ترجع في شكل التشكيل لكن حتة الروح وتنفيذ اللعيبة فأي طريقة كان حينفذوها يعني هو وصل بها كده خلاص هو حفظ اللعيبة بالضبط التعرقات والواجبات والتفكير بتاعهم وإزاي يلعب وإزاي يغطي وإزاي الكلام ده الفكر ده دي كفاءة من حسام بتثبت كفاءته عشان الناس كتير كانت تقول طب ما هو يمكن حسام مش يعني آه مدرب وقسم لكن مش منتخبات لا ده هو أثبت إن أنا كمنتخبات بدليل الفكر بتاع تغيير الطريقة بمناسبة اللعيبة اللي عنده يعني لو كان عنده فتوح أو حمدي مش موقوف عنده كامل ما كانش هيبقى الشكل مش هيبقى التشكيل كده لكن هيبقى الأداء كده الأداء مش هيتغير فإذا هو نجح كمدرب عنده بعض ودايما إحنا كنا يعني بنتكلم بنقول طرق اللعب إحنا في آخر كسعالم لعبه 32 فريق اللي هي كانت آخر بطولة بالشكل يعني آخر اللي هي كانت قطر كانت قطر 32 فريق هل الـ 32 لعبوا بنفس الطريقة لا لعبوا ب6 طرق يعني الـ 32 فريق لعبوا ب6 طرق أكتر طريقة تلعب بها 15 دولة من الـ 32 دولة 4-3-3 دي كانت موجودة لكن كان فيه 352 فرق لعب كده 3-3 فرق فيه آآ 4-3-1 فيه 4-3 يعني كان فيه هو مفترض الكابتن فاتحي معلش في أصول يعني في أصول التدريب ودي طبعا مرتبطة بإمكانيات اللعيب يعني لما يكون عندي فريق زي ريال مدريد أو فريق زي من سيتي أو فريق زي بار ميونيخ أنا عندي أعلى كوالتي في العالم فطبيعي جدا أن أنا طريقة تفكيري في طريقة اللي ألعب بها مريحة جدا أعرف أختار وغير فيها زي من عايز لكن أغلى فرق العالم ما عندهاش الرفاهية دي هل المفروض أنه أنا أختار طريقة لعب واحدة أضرب عليها فرقتي كويسة بذات للمنتخبات لأنه شغل المنتخبات غير الأندية الهيد كوتش في النادي قاعد مع الفرقة كل يوم حافظ التلاتين لعيب باللي ليهم واللي عليهم عارف كل واحد ممكن يدي إيه لكن المدير فاني بتاع المنتخب بيختار لعيبة معينة شايف أن هي دي اللي سيقدر التنفذ اللي هو عايزه وبيعض يشتغل معهم وقت أولاية جدا قبل الموباريات المهمة وبالتالي هل قصة المنتخب أنا كحسام حسن نهاردة حطت في دماغي طريقة معينة عايزة أمرا للعيب عليها في كل مباراة وأنافزها في مطشط الرسمية أو في البطولات ولا مفترض أنه يبقى عندي أكتر من طريقة على حسب الخصم يعني أنا أشك مثلا أن إحنا كنا باللعب مثلا منتخب زي أسبانيا منتخب زي الأرجنتين أنه كابتن حسن كان يلعب بالطريقة دي لو من لعب منتخب أقوى مننا أكيد في طريقة وفي اسلوب ولو من لعب منتخب في مستوينا في طريقة تانية ولو من لعب منتخب بعيد عننا أو أقل مننا شوية أكيد هيبقى في طريقة تالتة بتحكم فيها في أي طريقة من الطرق دي طرق اللعب وعندنا خطة اللعب أنا ممكن ألعب بأربعة تلاتة تلاتة وفي واجبات للعيبة بيقوموا بها وألعب وأنت تلعب أربعة تلاتة تلاتة نفس الطريقة والواجبات اللي أنت بتقولها الفرقة الغير هو بيتحكم فيها إيه؟ بيتحكم في الطريقة اللعب اللي عنده فهو اختياره الأول للعيبة هل أنا بختار بناء على طريقة سبتة في دماغي واللي حاول أطور فيها وغير دي اللقطات طبعا من اللقطات لقطات قبل صفر البعثة دكتور أشرة صبحي طبعا وزير الشعب والرياضة ده صلاة آه طبعا ده محمد صلاة وستاذ خالد درندلي ناب رئيس الاتحاد كابتن حسام حسن سيد جمال علام كلهم الحقيقة كانوا أحرصين على دعم بعثة المنتخب قبل لحظات من الصفر اللقطات دي في مطار القاهرة النهاردة زي ما قلت لكم الرحلة كانت الساعة اربعة كانت ساعة ونصف 10000 كنتشاف ان هان هم حسنوا يiãoيقاؤتلوا بالسلام يعني دي وجهات نظر برضو انا فاهم طبعا رحلة طويلة النهاردة اكيد مش هبفيه تمرين لاواة اتمرنوا suppose كنت أفكر إنهم إحنا لهابنا الخميس مسافر الجمعة إن إحنا تعبنين ونعمل الريكافر بتاعنا ونعمل الحاجات دي كلها نفس التوقيت اللي إحنا مسافرين ده بس كان يبقى الجمعة عشان يبقى عندنا الجمعة الصبح عمنا الريكافر والخميس بالليل والتلج والحاجات وكل الإمكانيات نتعال بعثة بحيث أنا لما الجمعة هناك حيبقى قدامي سابته حد قبل ملعب الاتنين يبقى يوم السبت تمرين رئيسي أقدر أعمله هناك فحعرف الجو إزاي حعرف الملعب إزاي حعرف الكلام ده في تدريب رئيسي مش تدريب خفيف لكن ماذا قلت له هما سافروا النهاردة فأصبح بكرة السبت بكرة الحد تمرينه والمطش الاتنين يعني تمرين واحد يعني هو ما هو إيه هنقول إيه استرخاءوا الكور السبتة وتحركات وفاك تعم يعني أنا كنت أفضل إنها كانت تبقى زيما هما كانوا حطانها في الأول هما كانوا حطتين كده في الأول طيب خلينا رجع لمطش بوركينة مرة تانية وأسألك من اللعيبة اللي شفت إنه حسام حسن أجاد توظيفهم أو إنه هما ظهروا بأدوار ما هي دي اللي حنرجع فيها مختلفة شوية بنقول إن طريقة اللعب إحنا قلنا في الاتنين وثانين فريق كالسعالم في ست طرق اتلعبت طرق كتيرة يعني في أربعة ثلاثة ثلاثة في أربعة ثلاثة واحد في أربعة ثلاثة ثلاثة في ثلاثة خمسة ثلاثة اللي إحنا شخناها دي والكلام ده كله لكن الواجبات اللي أنا بديها للعيبة أنها تنفسها هي اللي بتحكم على الطريقة دي أنها نجحت أم لا كل مكان اللعبة اللي عندي وكل مكان المدرب عنده رؤية أن اللعب ده يقدر ينفذ الواجبات دي في الطريقة دي يبقى دي هي اللي هتساعده على النجاح لكن ما قدرش أقول ده برضو جزء من التدريب اللي هو بعد المباراة عمل كانت دي قبل الصفر طبعاً النهاردة فطبعاً اللي يشوف كلها تدريبات ما هي إلا تدريبات خفيفة استرخاء بس شفنا صلاح بدور مختلف شوعة اللي كنا متعودين على صلاح فكرة أنه وارس مركز الجناحي اليمين وأنه كل ما هو هو عايز يطوره ويخلي دوره هنا أكبر أنه يبقى حر يتحرك في الملعب كيفه ما شاء دي ليه عشان صلاح ما تمسكش لأنه سهلي جداً هو بفكر بفكر حسام إنه هيلعب في الحتة دي فحيجبوله حد ولا اتنين يمسكوه فحيتمسك حسام يا حسام مش حيبقى يعني صلاح مش حامل حاجة فهو لعبهم بالطريقة دي تلاقي حسام كان صلاح كان في رصة الملعب صلاح بيلعبها وبعد ممكن يقرب ممكن يعمل كده التدوير الداخلي زي ما بتقول إن فيه تدوير لعيبة تلعب يبقى بره وبعدين تخش والماتش ده ما نعبش فيه تدوير داخلي للعيبة اللي احنا شايفه ثم الانطلاقات اللي هي بتيجي من الخلف ويمكن الهدفين جم بنفس الطريقة دي زي جي كان متقلق متواهج متقلق بصراحة نجم فوق العاجة على الفكر الولد ده مزوم اعلامية نجم فوق العاجة بس هو هو نفذ هو نفذ ممكن ما كانش ينفذ المفروض عليه لكن لا احنا بنقولك انت هنا دي الروح والفاتس بيرت لما صلاح لعب الكرة ولقى الكرة عالية هو شايف الملعب كله فبدأ هو اللي هنطلق ويجري وينط ويركب الكرة نموذج لضربات الكرة بالرأس تلاقي الكرة جوه الجول الكرة التانية اللي تلعبت له من بعيد برضو مهارة عنده استقبال ثم الانطلاق ثم المروغة ازاي ما أنا ممكن أرأس واحدة لنفسي بره اللعبة وارجع تاني محتاج حاجة تانية لا ده هي ترئيسة بتصليحة يعني هو رأس اللعبة او لاعب اللاعب اه زي الحاجات اللي بتشيري اتنين في واحد ثلاثة في واحد صحيح والله هي ترئيسة بسندة اه هي كده والتانية كان عارفة كان عمل زيها مام عشور عمل واحدة بالزبط زي دي الصحيح بس كان تريدها شوية بس التوفيق بقى في التزديد ان هو ينهي الهجمة ازاي ترعب بره في ازاي الحاجات دي هو يعني يقولك ايه كان دايما يقوله في الانطلاق ازاي تخلق مساح خالية اه فالمساحات كانت موجودة اه بيطريقة اللاعب اللي احنا بنرعبها ايه خلقنا مساحات لنا لعب فيها نزول مهاجمين منتخب مصر صلاح و تريزيجين ايو تريزيجين ايو تريزيجين ايو تريزيجين ايو تريزيجين كانوا بيسحبوا فرقة بوركينا ويفضلوا وراهم فانت خلقت المساحة الفاضية ازاي تستغل المساحة الفاضية انها تتلعب لهم الكرة مش من خمس ست لمسات من لمسة واحدة فتلاقي الكرة اللي جات لهم جات لهم لمسة واحدة سواء الهدف التاني او الهدف الكرة اللي لعبها صلاح وعارف ان الفرق الافريقية الكرة العالية بيخبطوا ببعض هو عشان كده رضاها بس مش رضيتها عشان ايو ايو مثل تريزيجيه حيلعبها لكن التوفيق هنا بقى التوفيق ايو ايو هو سوء التوفيق للتختال عكساف مندفع باكايمين بتاع بوركينا وده جاح الحقيقة في التريزيجيه في الاطعب السرعة دي ده التوفيق اي كرة اي مباراة اي لاعب بيجي له فترة فيه توفيق وفيه عدم توفيق فكان التوفيق له انه هو ازاي ما يفكروا لعبها في دماغ ويجري فوسط الناس دي كلها صحيح هو الحقيقة تريزيجيه يعني انا دايما بحب تديله حق الولد بصراحة يعني اولا اولا هو فايتر جدا بيدي بتحسه هو بيلعب للمنتخب بيلعب بإخلاص شديد جدا وكأنه في كل مباراة بيدخل فيها مع منتخب مصر بيحاول يثبت نفسه كأنها اول مباراة بالزبط اول مرة تريزيجيه ده امدت تربى في النادي الاهلي هو عنده عشر سنين يعني من ضمن الناس اللي كانوا يعني يتربوا في مدرسة الاهلي ايه وطلع لغاية ما طلع الفريق الاول ثم سافر بر الاحتراف ايه يعني عنده 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 الاعداد البدني اعداد الفني الاعداد الزهني الاعداد النفسي تحس ان ده وبينزل وقلبه جامد يعني بنقولك دايما نقوله قلبه جامد او قلبه ميت مش خايف ايه بيروح وبيدوس وبيتلاقي له همسة او له لمسة او له حاجة في كل منتخبات انتعارف هو وصلنا كاس العالم بضربة جزاء وكان له ضربة جزاء تانية برضو يعني في المباراة دي كان فيه ضربة جزاء له ايه يعني فيه علامات كده في المباراة خمس ست لعبات تحس ان ده حاجة اللي بقى جاي منين جاي ما عندوش هالة وما عندوش يعني عشان كده بحب تديلو الكريدس بصراحة فيه لعيبة كده بتحسها جنود مجهولة ده مش تعليم من بقية لعيبة يعني كل كل الفريق منتخب مصري كانوا كلهم نجوم الحقيقة واسعدوني انا شخصيا بالشكل ولموح والحداء الحقيقة طبعا لكن الناس عندها لم تستفهمها لماذا ظهر المنتخب المصري بشكل مغير في الشغط التاني هل القصة قصة ثقافة لعب مصري حساسي ان المباراة بقت في المتناول ان انا سجلت هدفين في 7-8 دقايق فبالتالي الفوز تقريبا مضمون او ان انا اقدر اسجل في اي وقت وبالتالي ده ركب بوركينا فاس والجيم ولا المستوى او المخزون البدني ما اسعفش منتخبنا الوطني او لعيبة المنتخب مصري انها تكمل 90 دي بنفس المستوى خلني اسمع رأيك في التناقض اللي حصل بين الشوطين لكن تسمح لنا بعض الفاصل طبعا دي قصة طويلة كابتن فتح بس خليني افترض جدلان يعني انه اعتقد كان هيبقى في قصوة شوية في الحكم على تجربة كابتن حساب فماتشن بارح لا ولا قدر اللي نتيجة انتهت بالتعدل 2-2 الناس كلها كانت هتنسى حلوة الاداء والروح والشخصية وهتكلم على وده كان سيناريو وارد كابتن فتح كان وارد بس ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله الحمد لله عشان كده بسأل لازم نجاوب او لازم كابتن حساب نفسه اكيد هيجاء هيسأل السؤال ده لنفسه للجهاز معي ليه اختلف او ليه تباين شكل واداء المنتخب في مباراة بوركينا ما بين اجادة تمة وسيطرة كاملة وخطورة واسكور في الشروط الاول عن كأنه منتخب تاني اللي عم الشروط التهيب كأنه نقدر نقول نمرة واحد في الموضوع ده وطبعا الجو جو حر جدا كان مبارا ودرجة حرها عالية ومرتبة بتشوية ترطوبة وبالتالي اللعيبة مش أصرفه بازلوا مجهود خارق في اول نص ساعة عشان يطبقوا الفكر الجديد اللي بدأ بيه جري وجري يعني ترزيجيك كنت بيروح بيجيب جول وتورا بتلاقيه عند راية الكورة بيدافع لأنك ما عندك شبك شمالي أو بتلاقي اللعبة كلها مثلا بترجع معادة مصطفى وصلاح لكن البقين كله بتلاقيهم ورا الكورة جايين الجري الكتير ده والتحرك الكتير ده ده بيفقدهم كتير من المخزون البدني بتاحه اللي ما قدروا ش يعوضوه وما عندوش لعبة برا تعوض نفس اللعبة دي في تنفيذ اللي هم نفذوه في الشرط الأول يعني نفذوه في الشرط الأول بالطاقة اللي عملوها وبالإمكانيات اللي عملوها تكسب اتنين تلاتة انت اتنين ممكن تكسب تلاتة ممكن يعني جول امام عشور جول تاني مصطفى كذا هدف كان ممكن ان انت تسجله في الناحية دي لكن الاستنفاذ الناحية البدنية الحاجة التانية النتيجة والشحن اللي هم وغدينه على ان بوركينة فاسو ده فريق كبير وهو محترمين وفعلا لقوه بالنسبة لهم سهل هو مش سهل لانه فرقة وحشة هو سهل لانك انت بتنفس اعلى منهم يعني فكرك انت بتنفذوا فاصبحت الحكاية سهلة سهلة لاننا عمارة اتحرق صح او نفذوا كلمات او ترتيب حسام لا وهدفين برضو في بداية المباراة يربكوا يربكوا اي حسابات يربكوا اي حسابات لا ويتمنوك يعاوسهم يحسوا ان انتوا جبتوا الجنين مش جبتوا الجنين لانهم وحشين انتوا جبتوا الجنين لانكم نفستوا اللي احنا بنقول عليه طب منكمل التنفيذ ده ماكملناش فحسينا ان الفرقة تسرب لهم بقى ان الفرقة اللي قدامهم دي اقل منهم واحنا سهل جدا ان احنا هنجيب فيهم جوال لان كل حاجة بنعملها بس اللياقة مساعدتهمش انهم ينفذوا تاني ودي قدت فرصة للفرقة اللي قدامهم بوركينا طبعا حتة الجمهور وحدة ان في بداية المباراة وهم المباراة والاعداد والكلام ده كله هم ملحقوش وقف عرك ديهم يعني فيه لعيبة ملمسوش الكورة بعد يعني الجول الاولاني محدش من ال 11 بتاعهم فيه لعيبة ملمسوهاش يعني الكورة ما تلمسيتش منهم ما جاتش نحيتهم فبصوا لقوا الكورة جوالجول فبالتالي شنة هم ما كانش للمس الكورة بين الجنين يعني بين الجنين ما فيش كورة رحيتل ما فيش حاجة فاذا الناحية البدنية كان لها دور والتصرب مش التصرب من جواهم بأن جنبع مش غرور أي بأن هذه المباراة سهلة في المتناوى هي مش سهلة هما هي سهلة لو ننفذ معلش أنا عايزة أسألك سؤال تقيس قوة منتخب مصر على مواجهة في مواجهة مع منتخب بوركينا واللي محتاجين يعني ليفل ليفل أعلى شوال لا مش ليفل أعلى أنا عايز الفرقة تكون كاملة وتلعب الشوتين بنفس القوة بأي فرقة احنا ما لعبناش بنفس القوة لأن بوركينا فرقة برضو شفنا الشوت التاني عملت ايه في تحركاتها في جريه الشوت التاني جابت انفتحي نصير مين لفت نظره في حد لفت نظرك من فرقة بوركينا يتقل عليها انها حسن اسود في البطولات الافريقية واحد من المنتخبات القوة الصعادة في حد لفت نظر حد مميز لا مش تقول على لاعب بس بتقول جماعية الأداء عندهم عالية فأنت مش هتحس بواحد هو المميز ده أنا بكلم على صفقة بكلم على صفقة لاعب ممكن يكون لفت نظر كابتن فاتحي انه اللعيب ده في المركز ده مميز جدا في حد لفت نظرك ولا فيه ويمكن كلمت بيبو فيه فيه حد لفت نظرك من بوركينا فيه يعني فيه لعيب لكن طبعا مش هتقول الاسم اي انا قاسف لا خالص في العكس لكن قلته يعني قلنا يعني قلنا لا أم عندهم على الفكرة لعيبة محترفة كتير جدا برا وبيعبوا في الدوريات محترمة يعني وبعدين بستغرب جدا كلهم مثلا بلعب دور فرنسي طيب الناس طولك ايه الدوري فرنسي طيب نقارن دوري فرنسي بالدوري المصري عنهين أقوى فرنسي لا هو فيش مقارنة اساسا منظم فرق الدوري منظم دوري كده هم بيواخدين على النظام هناك احنا فرقنا استهلكنا لعبتنا في حاجات خارج كرة القدم في ضغط المباريات اللي احنا بنعملها في الدوري والحاجات دي كلها فانت بتستهلك نمازج اللعيبة بتاعتك واللعيبة اللهم مهاراتهم عالية وإمكانياتهم عالية بيبقوا مستهلكين في كلام فارغ في متشات زي دي لكن لو ديت الفراغات حيتخلي المدرب ان هو يشتغل شوية معهم يصلح أخطائهم ليه حسان بيطلب على الأقل أسبوع طبعا الانتحاد الدولي بيقولك ايه تلتة أيام لأن الانتحاد الدولي بيعمل أوروبا وبيعمل الفرق دي انت هنا أصلا في الدوري اللعيبة المدربين كولر ده بيشوف اللعيبة يومين وتلاقي مباراة يومين ومباراة حيصلح أمتى ولا يضيف أمتى عنده أسبوعين هو كابتن فتك بيصلح ويشتغل هجيلك هجيلك دلوقتي في الأهلي بس خليني أقفل منتخب معك مع غينيا بيساوي وشايف ماتش غينيا بيساوي ازاي طبعا حسام حسن ما حدش يختلف وانت قادر به يعني حسام حسن يعني معك من هو كام سنة كابتن فتك 15 سنة طيب يعني انت أكتر مش من 15 سنة لا معك من هو 15 سنة يعني انت أكتر الناس العالمين بشخصيته وبتركبته لكن أنا المنتفق عليه وده كان واحد من رهانات كتير من الجماهير الكرة في مصر على حسام انه منتخب انه لاعب مهاجم من فز يعني واحد من أساطير الكرة المصرية هو وكابتن إبراهيم الحقيقة الاتنين دايما طول الوقت عندهم الحميها عندهم الرغبة عندهم مقاتلين يعني فهم يعني غيرين على أي حاجة هم بيمثلوها ودي كان كانت حاجة الناس حسة شوية أنها غايبة عن المنتخب متوقع شكل منتخب مصر في مطشاطه الخارجائي يعني هل هيغامر حسام حسن بأنه يلعب على مكسب وتلاتة منتو ويلعب جيم مفتوح زي ما لعب هنا في القاهرة ولا هيكون لي حسابات تانية هي لها حسابات تانية بس مش هلعب جيم مفتوح لكن هيلعب للمكسب هيلعب للمكسب مش هيلعب للتعادل يعني هو هيروح هناك جواهم الناحية الهجومية مسيطرة عليهم بس هيلعبها باتزان معه اللي ورا يرجع للشكل التقليدي يرجع 4-3-3 برجوع حمدي يعني مش عاوزين نقول عليه تقليدي ده نقول اللي يتناسب مع المباراة لأن احنا بنقول هل هل اللعيبة هي اللي بتفرد طريقة اللعب ولا المدرب يفرد طريقة اللعب على لعيبة ملعبهاش قبل كده فدي اللعيب العالي يلعب أي حاجة اللعيب اللي مستوى عالي وإمكانياته عالية يقدر يلعب في أي حت واللعيب اللي بيلعب في أكتر من مكان يساعد برضو دي من ضمن الحاجات اللي الواحد يعني بيقولها أن يعني حسامو برم لما اختاروا اختاروا اللعيبة غير الامكانيات راعوا مثل السن راعوا اللاعب اللي بيلعب في أكتر من حتة غير اللاعب بيلعب في مكان واحد بس تقليدي جوكر وبعدين لما تنم مع بعض في واحد سنه كبير واحد سنه الشباب النطجو كده مش هياخد الكبير عشان ممكن واخد سنه كبير في مركز تاني فمش هياخده في المركز ده فياخد الشباب عملية معقدة والناس بتتكر أنه بيختار ده وبختار ده تراعا على رجاح تجربة حسام حسد في خلقات المنتخب المصري ان شاء الله بإذن الله هل تشوف أنه ممكن يكون استمرار لأسماء زي الله يرحامو طبعا كابتن محمود جهري كابتن حسن شحاتة أسماء حطت بصمة كبيرة جدا مع منتخب مصر هو إن شاء الله بإذن الله يعني ده حيكون التالت بتاعهم بإذن الله إن شاء الله يعني بعد بعد كابتن جهري اللي اتغير في حسامة كابتن في فترة الأخيرة يعني وإلي تنصحه بي أنه لازم يتغير أو لازم يفكر فيه في فترة اللي جاي هو هدي بقى يفكر ما بقاش انفعالي لازم أي موقف يمر على الدماغ قبل على مخه قبل ما يكون فيه رد فعل لأنه كان زمان لا في موقف أنت بتعمل كده نعمل كده لأ مرره هنا الأول خليه يقول لك أنا الرد أن يكون كده أولا الرد يكون كده فهما الحقيقة أصبع عندهم اتزان عقلي وأصبع عندهم هدوء نفسي دولة مهمين جدا للمدربة وحاول تكون جواك أنت اظهر على لعبتك لو أنت جواك منفعل امسك عشان اللعبة اللي قدامك دوت ما يتأثروش بيك فينفعله لكنك مول متحمس آه الحماس حلو مش المدرب اللي قاعد نايم ويشجعش لعبته واللي بيتكلم بلغة عبال ما تترجم لللاعب التاني ويقوله بيقول لك كذا لا غير اللي هي طالعة من القلب للقلب فهي كده في الفاصل كنت بقول لكابتن فاتحي أنه من بعد جيل آه الفين وعشرة الجيل اللي جاب آه ثلاث بطولات آه أمم أفريقيا مع جيل الدهب يعني بيسموه في تاريخ الكرة المصرية آه وده معنى مش الأجيالة قبل كده لا طول عمرها الكرة المصرية ولا ده يعني يعني ما فيش فترة ما افتكرش فترة كان فيه آه في الكرة المصرية آه حالة فراغ زي الفترة اللي احنا عشناها الـ 14 سنة الأخيرة دي على رغم أن كان فيه توهج لنادي الأهلي أفريقيا وعالميا على رغم أن فيه عدد من اللاعبين المصرين المحترفين في أقوى الدولات في العالم لكن تحس أنه ده ما كانتش بيانعكس إجابا على المنتخب المصر يا كابتن فاتح صح بس من ساعة من بعد 2010 لغاية وقتنا هذا لغاية لغاية ماتش بوركينا ولغاية حتى أمم أفريقيا اللي فاتت مع رويه فيتوريا بشوف أنه يمكن تكون أفضل قماشة توفرت لمدير فني أفضل كواليتي لعبين لمدير فني قريبة شوية من نصها اللي كانت موجودة مع كابتن حسين في كل المراكز اللي كانت موجودة مع كابتن حسين مع كابتن حسين شحات هقول لحضرك ليه امسك الفرقة أيام الكابتن حسين شحات وامسك الفرقة دلوقتي المقارنة هتكون صعبة لكابتن لا صعبة أنا بقول لك من غير موقع مش حالة لعيبة أي العدد 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 الموجود أي اللي موجودين في المباراة أو اللي محطوطين في الطائم اللي موجودين في المباراة شوف كم انت دلوقتي واخد عشرة من النادي الأهلي ننحو الراس وتمانية لعيبة دلوقتي يمكن 11 لعب واخدهم بعد عمر كمال 11 لعب كويس هتضيف عليهم تريزيجي اللي هو أصلاً أهلي تمام وهو كان يعني موجود صحيح هنضيف عليه حمد فتحي لأنه هو أصلاً أهلي أي إذن لما بيكون السكواد لامم الأهلي والأهلي فورمة كويسة وكسبان ومجموعة لعيبة هي دي لما بيكون بتلم فبيلموا بعضهم فالمستوى في المنتخب بيتحسن اللي حصل ده حصل في 2006 وحصل في 2008 وحصل في 2010 أما بدأ في 2010 حتى لما النادل قال كيرفي بينزل المنتخب بينزل فأنت عندك هنا عدد لعيبة متمرسين على البطلات لعبين بطلات كتير فعندهم خبرات فعندهم أداء فلما نشوف الشكل كده فحسن تلاقي واخد المجموعة دي اللي هي جيد طبعاً موجود زيزو كلاعب صلاح فتوح صلاح في عناصر مميزة كتير يعني مميزة لكن من خارج النادل قال ما تلاقيش خمسة ستة طيب خلينا أسألك برضو سؤال مرتبط شوية هو مرتبط بكابتن حسان برضو ومرتبط بمنتخبنا الأول بس لازم ندي كريدت برضو لرجيرو ميكالي شفت مطش مصر وكود ديفار منتخب الأوليمبيا لعب مع كود ديفار اللي ما تابعش يعني مباراة ودية استعدنا الأوليمبيا وكسب كود ديفار واحد صفر شفت المباراة شفنا المباراة بس طبعا اللعيبة لأن بقالها كتير ما لعبوش مع بعض فمش مربوطين قوي تحس كود ديفار تقيل برضو يعني بس برضو ما لعبش في التصفيات يعني كود ديفار هو تقيل بس فرقة ما لعبتش في التصفيات اللي احنا لعبناها البطولة اللي اتعملت في المغرب ما كانش موجود ساحل لعجل ومش مسافر أوليمبياد أوليمبياد لكن اه فرقة كويسة بانت كمان إنها كويسة إن لعبتنا بعاد عن اللعب الجماعي الهارموني بتاع الفرقة ده بقاله مدة ما تجمعوش عشان يلعبوا بوراها يعني ما احنا ما لعبناش مباشر المنتخب ده كابتن فاتحي الجيل اللي طالع من المنتخب أوليمبي شايفوا مستقبل إن شاءهم طبعا أسماءهم وليم ازاي الجيل اللي قابله لكن ما الجيل اللي قابله ورده في سنه احنا فكر لما لعبنا بطولة أفريقيا المؤهلة الأوليمبياد هنا في مصر كانت البداية كانت صعبة جدا يعني مع البطولة جينا لكن يعني ما كانوش كلهم برضو نجوم وهم هما بيطد لعيبة لعندك كان لعيبة كتير يعني من لعيبة من الحرصة طب أقول لي مين من الفرقة دي النهاردة بقى تقدر طرعن عليه أساسي في منتخب مصر منتخب مصر الأول آه مش ده آخر جيل أوليمبي طالع منه لعيبة مين عندك أكرم توفيق أمام عشور فاتوح تلت لعيبة في حد تاني أنا نسيت حد تاني اللي كانوا فاني اللي راح أوليمبياد توكيو كان رمضان صبحي رمضان مش منتخب لكن معهم يعني أنا بتكلم على النهاردة المنتخب الأول اللي استفاد استفاد بكام لعيب من المنتخب الأوليمبي اللي كان بطل أفريقيا وراح لعب أوليمبياد توكيو كام لعيب النهاردة في قوان منتخب مصر الأساسي أحمد فتوح أكرم توفيق إمام عشور مصطفى محمد عبد الرحمن مجدي كان من لجوم المنتخب مش موجود رمضان صبحي كان من لجوم المنتخب مش موجود مفيش حتى طبعا مصطفى سعد ميسي طبعا هو اللي أحرز هدف منتخب مصر الأوليمبي فهدف فيه توفيق كتير اللي ما شافش الماتش طبعا طيب خلينا أكرر السؤال ده على المنتخب ده من الولاد دول مين منهم وأنا شايف أنه الرهنة عليهم في كاس علام 2026 ممكن جدا العمار بتاعت الولاد خد بالك فيه برضو منهم لعيبة كتير بتاع بأساسي فرق دولي ممتاز مين منهم ممكن يكون إضافة لسكواد حسام حسن بعد الأوليمبياد يعني ما نقدرش دلوقتي المنور قوي واللي مدي قوي ده مش موجود غير إبراهيم عادل إبراهيم عادل منتخب أول حتى كابتن حسام خده داما هو ده الوقت وكوكا يعتبر منتخب أول لكنه أيضا منتخب أولمبي وكوكا برضو من نفس المجموعة عداية اتنين لعيبة وميسي برضو طبعا ده تشكيل منتخبنا عندنا طبعا حمزة علاء حارس مرمى كريم الدبيس حسام فصل محمود صابر حسام عبد المجيد مصطفى سعد ميسي يعني فيه حسام فيه عمر اللي هو بتاع المقاولين اللي هو مسافر برة عمر فايد اه عمر فايد اه من اللعيبة اللي يقدروا يعلو فوق مبعا اه وحارس مرمى برضو واعتقد ده أحمد عيد بتاع المصري الباك اليمين بتاع المصري برضو احمد عيد اه خامة مميزة جدا اه كريم الدبيس برضو كلهم خامات مبشرة جدا بس طبعا لسه تجربة نتمنى لهم التوفيق طرعا نعليم في الأولمبياد يا كابتن فاتحي نعم ان شاء الله بإذن الله نجيرو ميكالي ماشي كويس احنا واسبانيا احنا واسبانيا اه احنا واسبانيا مش قوي لا يعني هو اسبانيا هيخشه التمانية تخش من تحظه بقى هتلاعب مين عشان توصل للأبي ما بين فكرة انه التوقف الى حد ما بيبقى ليه تأثير سلبي على النادي الاهلي ما بعد العودة حس انه بعد الاهلي ما يوصل للتوفورم احنا نهيين كنا نهيين بكاس عالم أندية وسوبر كاس النخبة توقف افريقيا رجعنا حسنا ان فيه دروب في المستوى نهيين بدور ابطال الافريقيا مع الحساب الترجي وواصلين توفورم الحقيقة في توقف دولي تاني وعودة بعد غياب هل تعتقد انه دي شق هيأثر سلبا على الاهلي ولا ناخد الجزء الايجابي انه مرسل كولر اللي ما عندوش وقت نتيجة يعني ضغط المطشاط وتراكم البطولات هيكون عنده وقت التجهيز لتصحيح اخطاء لشغل تاكتك هصح حميمه البداء مش معاه اللعيب الاساسيين اللي معاه عندنا فرقة اساسية بتلعب النهاردة في مطش يا كابتن اعتقد اللي هلعبه النهاردة تشكيل اساس للمدي الاهلي ماشا تشكيل بس برضو غير التاني وانت عندك لعيبة يعني اللي صح الزنة وسام مبعالي برضو طبعا عيبان موقفه النهاردة بس ان شاء الله نتمنى انها بسيطة ما اعتقدش هو التوقف الكاحل فان شاء الله ما يعني التوقف الكادمة اللي فوش القدم بس صارت في العظم ولا في أي حاجة يعني في حاجات كده بتطلع لك انت يعني من ضمن لكن برضو في لعبة تانية وعندك انت اللعبة اللي هو في المنتخب الاولمبي واللعبة اللي في المنتخب الاول مهم دولك برضو اسأل اعمدة بتاعت الفرقة اللي هي موجودة اللي انت بتلعب بيها هو بعدين دي لعبة جماعية عشان يعمل تاكتك او يعمل طرق لعبة او يعمل خطة لعبة عايز الفرقة كلها جماعة مش فردي انا ما ميمرنش فردي مش لعبة فردية لو لعبة فردية مش فاردية لعبة جماعية لازم الفرقة كلها روحوا الفرقة كلها الجماعية بتاع الفرقة كلها وبعدين جاينا من متشات ومن صفر وافريقيا وكده روحوا جاينا ومعبدين راحة صلبية تقريبا بعد دولي الابطال الكابتن فتحي قعدوا راحة صلبية وهو شخص mec وزدي يخد راحها قعدوا ده Checkline هتركب ده على ده طبعا عمليا مش سهلة يعني انها هتاخد وقت وبالتالي انت هتلعب هتخش الدوري تاني مش بالفورمال اللي انت نهيد بيها اللعيبة قده في منتخب على مستوى عالي بس ده فكر تاني بطريقة تانية بشكل تاني انت جاي هنا بقى لسه هتشحنهم لحاجة تانية لسكة تانية احنا هنا رايحين كسعالة احنا هنا بنلعب عشان دوري فكل التفكير ده والتشتت ده وان انا بشحن لعبتي كل سواء مدرب منتخب الولمبي او مدرب منتخب الاول او كولر كل واحد فيهم بيشحن لعبته لاتجاه غير الاثنين تانيين يعني حسان بيقول عايز في الاتر وكسر عالم نيجي اللي هم بي عاوز فرنسا نيجي كولر عايز الدوري دلوقتي اشتغل في ماتشهات الدوري فالصرعات دي اللي هي بتمر في الجهاز العصوي بتاع اللعيبة كل ده اللي بيحصل فيه زبزبات الناس متخيلة انها سهلة تعالى من هنا امشي اركب لا انا مش راكب عربية النهاردة يلا وديني على طنطا صحيح بس يمكن عشان الجاب دي كابتن فتحي متبقاش فعلا موجودة احنا عندنا ماتش مهم يوم الجمعة اللي جاية مشوار الدوري صعب جدا جدا مطلوب من الاهلي طبعا يلعب او يتعامل مع ماتشاته في قموة الجالاته في الدوري الكتير جدا جدا على انها كلها ماتشات كاس عشان بإذن الله يكون بإمكاننا استعادة الصدارة ماتش النهاردة اعتقد هيكون تجربة مفيدة ينفعش يبقى فيه ناس بتلعب مباراة اتنين على المستوى الدولي تكلم على 14 لعيب دولي مع النادي الاهلي غيبين ويكونوا لعيبة التانية بعيدين عن حساسية المباراة من هنا بتيجي اهمية مباراة اليوم النهاردة اتمنى التوفيق ان شاء الله للمسابين شاء الله طب غير المسابين طب اشكرك بتنفتحي نورتنا مرة تانية فرصة ان انا استمتع بيك واقولك مبروك دوري ابطال افريقيا نسخة 12 مرتين شكرا احنا قلنا هنا الحمد لله دايما القابه دايما افرح لجماهي النادي الاهلي بشكرك على وجودك معنا وبشكركم على المتابعة كل التحقيق